اشتركوا في القناة عند اخضاع مختلف المسائل لمصطرة المصلحة الوطنية دون التهويل فان التوافق سيكون حاضرا بقوة واكد سمو ان مسيرة العمل الوطني في المرحلة الرهنة تحتاج الى تكاتف الجميع من اجل الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات وان روح التعاون السائد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هامة وضرورية ويجب البناء عليها حتى نحقق ما نرجوه للوطن من نماء وتقدم وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر لقضبية اليوم عددا من اعضاء مجلس الشورى حيث تطرق سموه معهم الى عدد من الموضوعات التي تتعلق بآليات تطوير التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالاضافة الى جملة من القضايا التي تهم الشأن الوطني وخلال اللقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام الذي يقوم به مجلس الشورى من خلال تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين عبر نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية ذو الخبرة في مختلف المجالات واكد سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لما في ذلك من اهمية في تحقيق التنسيق والتشاور المطلوب في كل القضايا التي تخص الوطن والمواطنين منوها سموه بما يبديه عضاء السلطة التشريعية من اهتمام بتعميق هذا التعاون وصولا الى الاهداف المرجوة على صعيد العمل الوطني وقال سموه يسعدني دائما الالتقاء بكم والتواصل معكم ونقدر عاليا دوركم الوطني المشهود ونؤكد لكم ان غاية كل عمل تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية هو تعزيز نهضة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن في الحياة الكريمة ونبادلكم الرغبة والاهتمام بان يكون نمط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائما على اسس متينة من التفاهم والتنسيق المشترك الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين واعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره لما يبديه اعضاء مجلس الشورى من حس وطني عال اثناء طرح ومناقشة كافة القضايا تحت قبة المجلس وهو ما يعكس ما لديهم من خبرات واسعة في مختلف التخصصات وقال سموه ان اهم ما يميزنا في مملكة البحرين ان نستطعنا بتوفيق من الله وبرعاية جلالة الملك حفظه الله ورعاه ان نقطع خطوات متقدمة في ترسيخ اسس دولة القانون والمؤسسات واصبحت لدينا تجربة ديمقراطية رائدة نالت احترام وتقدير العالم وعلينا ان نعمل من اجل ترسيخ هذه الانجازات وتعظيم مكتسباتها واشدد سموه على ان الحفاظ على امن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين هي مسئولية مشتركة بين جميع السلطات كل حسب ادواته الدستورية وهو ما يتطلب ان تكون المصلحة العليا للوطن وشعبه هي الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه من جانبهم اعرب عضاء مجلس الشورى عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبتوجيهات سموه التي تحث دائما على توطيد اركان هذا التعاون وهو ما كان له اثره الكبير في تحقيق العديد من تطلعات المواطنين مشيدين بالاهتمام الكبير الذي يحرص عليه السموه في تعزيز التواصل مع السلطة التشريعية والذي يعكس تقدير سموه لما تقوم به من دور في خدمة العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر